مساء الخير وصفة النهاردة سهلة جدا وبسيطة ممكن تنفع غدا او ممكن تنفع عشا سهلة جدا جدا وبسيطة جدا للناس اللي حابة تعمل وجبة غدا او عشا سهلة وسريعة جدا لايحد مستعجل وعايز يعمل بسرعة هنعمل الطبق الحلو ده النهاردة فاقل من عشر دقائق بالزبط هيكون يستوى وجهز معانا هنروح نشوف الطريقة عندي هنا فتواصل على النار خطيت كده معلقتين كبار من الزيت هنزل عليهم بفصين توم يكونوا مفرومين ناعم كويس هقلب كده التوم كويس مش هستنى لما ياخد لون اول بس ما نشم من ريحة كده بتاعت التوم طلعت هحط بقى ربع معلقة من الفلفل الاسود والملح والبابريكا يعني من كل حاجة ربع معلقة البابريكا في الوصفة دي بتدي طعم حلوة قوي وبتدي ريحة حلوة جدا لو حبيت تستغنوا عنها وتحطوا عايزينها يعني تكون سبيسي اكتر وحرقة ممكن تستبدلوا البابريكا بالشطة الحمرة المطحونة او ممكن تحطوا اللي اتنين مع بعض بان فيش مشكلة انا حطيت هنا الملح والفلفل الاسود والبابريكا بديهم كده بس تقليبة مع التوم وبعد كده عندي هنا طمطماية مقطعها كده مكعبات صغيرة طمطماية كده كبيرة او اتنين صغيرين قطعتهم كده صغير وانزلت بيهم على التوم والتواب اللي انا حطتها والزيت وكمان هحط مكعب مرقة خضار وهقلب كده لحد ما المكعب ده اااا يدوب كده في الطماطم ولحد ما الطماطم دي تنزل الميا اللي فيها وتنشف شوية علشان ما تبقاش مدية طعم يلازل كده في الوصفة بتاعتنا. قلبت كده كل حاجة مع بعضها. البابركة بتدي لون حلو قوي كمان للوصفة دي علشان كده انا استخدمت البابركة النهاردة. عندي بعد كده بعد ما هقلب الخليط بتاع الطماطم ده والتوابل. طبعا حابين تحطوا اي توابل تانية انتوا عايزينها. تقدروا تعملوا كده ما فيش اي مشكلة. انا بعد ما تأكد ان الطماطم خلاص آآ نشفت شوية. بعد كده نزلت هنا بالجزر متقطع آآ قطع صغيرة كده. ممكن تحطوا آآ بطاطس ممكن تحطوا آآ اي حاجة او كوسة مثلا. كل حاجة انتوا عايزين تحطوها تحطوها عادي هتبقى حلوة. بس انا جربتها بالجزر كانت حلوة جدا والجزر مدي نكهة آآ حلوة جدا جدا هتعجبكم ان شاء الله لما تجربوها. هنا طبعا الجزر ده انا مقطعه كده مكعبات. طبعا برضو حطوا الكمية برضو اللي انتو آآ على قد اللي انتو هتعملو يعني. على قد المكرونة اللي انتو هتعملوها. انا هنا استخدمت حوالي آآ جزرتين. متوسطين يعني مش كبار. وعلشان الجزر ده انا يعني مقطعها لسه مش مستوي. فهحط كده حوالي كباية مية كبيرة. وهسيب الجزر ده كده لحد ما آآ يغلي. وعايزها يبقى نستوي. لحد ما يستوي الجزر ده يفضل طبعا احنا ما نسلقهوش الاول. يفضل ان احنا نحط الجزر كده ناية علشان يستوي مع الطماطم ومع التوابل علشان كله ياخد من طعمه بعضه ويبقى حلو. لو حسيتوا انه الجزر لسه ما استويش ما فيش مشكلة ان انتو آآ تحطوا آآ مية تاني شوية بشوية لحد ما تأكدوا ان الجزر استوي بس ما تخلهوش يبقى مهري آآ بزيادة كده علشان يبقى حلو. عندي بعد كده هقطع عليهم آآ معلقتين كبار من آآ كسبرة خضرة اقطعها كده قطع صغيرة خالص. وهقلبهم برضو بتدي ريحة حلوة قوي. بس بس بها للاخر خالص بعد ما تأكد ان الجزر استوي تماما بنزل بالكسبرة الخضرة علشان مش عايزها تتبل وتسود. عشان لو ضفتوها قبل كده فمع الغليان هتلاقوا لونها بقى اسود وبقت غمقه. احنا عزينا تحتفظ بالخضارة بتاعها. عندي هنا بعد كده مكرونة مسلوقة. هنزل بقى بالمكرونة كده على الجزر والطماطم اللي انا عملتها دي وهقلب. ويفضل تكون المكرونة آآ نص آآ سل علشان ما تتريش وتتكسر وتتعجل منكو. يفضل انها تكون يعني تلات تربح سوى كده. مفيش مشكلة لو هي مستوية للاخر يعني بس هتاخد تقليبتين كده وخلاص. لكن لو هي آآ لسه مستويتش كويس فاحنا كده نديها فرصة منها آآ تاخد اللون بتاع التوابل اللي احنا حطيناها دي. تاخد اللون بتاع الجزر والطماطم علشان برضو. هتستوي فيهم كده يعني حوالي خمس دقايق تاني. على نار هادية. نفضل نقلب كده شوية على نار هادية. لحد ما تشرب الصوس اللي هو فيها ده. ونحس كده انه المكرونة آآ بقى لونها كده محمر شوية يعني علشان تبقى اخدت من الصوس بتاع الوصفة دي. وتبقى حلوة وطعمها كل واحد ما تبقاش المكرونة اللي وحدها والجزر ضعم الوحده يبقى كله كده طعم واحد كده وكله كده شرب من بعض وحلو. المكرونة طبعا زي ما قلتلكم آآ المكرونة دي مسلوقة بس انا في السلق بتاعها حطيت ملح خفيف علشان كده انا حطيت ربع معلقة ملح آآ مع الزيت واللتوم في الاول في اول الوصفة. لكن انتو لو المكرونة بتاعتكم سلقنها بملح ملحها مزبوط ممكن تستغنوا عن الملح نهائي في الوصفة دي وتكتفوا بس بمكعب مرقة الخضار يعني انتو زبطوا الملح برحتكم. كده الوصفة بتاعتنا خلصت سهلة جدا جدا وبسيطة يمكن بتاخد وقت يعني يعني اقل من الوقت بتاع الفيديو آآ وبكده تكون خلصة الوصفة. اتمنى انها تكون عجبتكو. لو عجبكو الفيديو ما تنسوش تعملون لايك واشير وسبسكرايب لان لسه ما اشتركش في القناة علشان توصل لكم كل الوصفات الجديدة اللي انا هنزلها واشوفكو في فوصفة تانية جديدة ان شاء الله قريب.